موسيقى 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 أهلا بكم في اليوم الأربعين بعد المائتين للعدوان الإسرائيلي على غزة شهداء وجرحة في قصف تركز على غزة ورفح فيما المقاومة الفلسطينية توصل تصديها للاحتلال في محاول الاشتباك وتفرض عليه كلمتها في السياسة كما في الميدان وتتعامل بذكاء كامل مع كل ما يطرح من مبادرات لوقف إطلاق النار وآخرها خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا في القطاع أما في جبهات إسناده فالعمليات العسكرية مستمرة حتى وقف الحرب أكثر من ألفين عملية للمقاومة الإسلامية في لبنان فيما تواصل نظيرتها العراقية استهداف إيلات وغيرها تزامناً مع تسجيل جبهة الإسناد اليمنية تصعيداً في عملها العسكري الكمي والنوعي في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي كل هذه التطورات سنناقشها في هذه الساعة من التغطية مع ضيفنا هنا في الستوديو الدكتور جان بو شاية الأكاديمي والمحلل السياسي وأيضاً ضيفنا من فلسطين المحتلة بالتحديد من عكا الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنتوان شلحة أهلاً ومرحباً بكما ولكن اسمح لي أن أبدأ من الميدان من جنوب لبنان هذه المرة ومراسل الميدين هناك علي مرتضى ليضعنا في آخر التطورات حيث بدأت العمليات مبكراً المقاومة بدأت عملياتها مبكراً هذا الصباح أهلاً بك علي صباح الخير بالفعل هو صباح نشيط للمقاومين على الجبهة الجنوبية لسيما سلاح الجو في حزب الله حيث تؤكد مشاهداتنا باختراق جوي من لبنان بأكثر من مسيارة باتجاه بداية نظننا بأنه باتجاه الجليل الأعلى بعدها تبين بأنه باتجاه الجولان السوري المحتل بالمناسبة حينما دخلت هذه الطائرات حاولت القبة الحديدية اعتراض هذه الطائرات وأطلقت العديد من الصواريخ الاعتراضية أحد هذه الصواريخ سقط في بلدة حولة إلى أنه لم يستطع أن يصيب هذه الطائرات بالمجمل معلوماتنا تؤكد بأن هذه الطائرات أو الهجوم الجوي حقق هدفه أصيب هدف إسرائيلي في الجولان السوري المحتل بهذه النيران التي أطلقت من لبنان وفشل الجيش الإسرائيلي في اعتراض هذا الهجوم الآن إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث تقول أن الثلاث طائرات مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت أجواء الشمال ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراض أي منها ويبدو أن الطائرات بدون طيار ضربت المنطقة هذا تأكيد أيضا من قبل الإعلام الإسرائيلي بحدوث هذه العملية كذلك كان هناك حديث عن أن الطائرة انتحارية بحسب إعلام إسرائيلي أن الطائرة انتحارية في مستوطنة كاتسترين أصابت هدفا في مستوطنة كاتسترين جنوب الجولان في الحقيقة ما حدث مشاهدتنا هي التالية بالبداية بدأت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى من ثم توسعت دوت صافرات الإنذار ما يقارب الخمس مرات دوت مرتين في منطقة صناعية جنوب الجولان السوري المحتل كل هذا حدث بالتزام بالفعل مع اختراق جوي من لبنان حاولت الدفاعات الجوية الإسرائيلية أن تقف بوجه هذا الاختراق مع العلم بأنه كان هناك أيضا تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية على علوم منخفض ونعلم بأن هذه الطائرات قد شاركت أكثر من مرة في محاولة إيقاف الهجمات الجوية التي يشنها حزب الله باتجاه الأهداف الإسرائيلية واضح بأن الهدف أصيب والعملية تكللت بالنجاح إلا أننا لا نستطيع أن نؤكد ما هو الهدف أقل وحتى اللحظة بانتظار بيان عن الجهة التي سوف تعلن عن مسؤوليتها لهذه العملية إذا ما أعلنت أحد الجهات المقاومة مسؤوليتها عن هذه العملية طبعا هو حزب الله من يمتلك هذه الطائرات المسيرة أنا أقول هذا لأنه في بعض الأحيان كانت تنفذ عمليات ولا يتبنى حزب الله هذه العمليات رغم أنها تصل إلى أهدافه وهناك عمليات كبيرة للغاية مشابهة لما حدث بالأمس ليلا كان هناك تصعيد كبير من قبل العدو الإسرائيلي في البداية الغارة التي استهدفت منطقة البقاع ثلاث غارات استهدفت أو ثلاث صواريخ استهدفت مرتفعات بلدة طارية بحسب المعلومات فإنها استهدفت منشأة مختصة بمصنع له علاقة بالحجارة أو هكذا منشأة صناعية كذلك كان هناك غارة في حنواي غارة في برعشيت غارة في راميا وغارة استهدفت بلدة بنت جبايل ليلا بعد منتصف الليل بالمجمل أيضا بالأمس كان يوما حافلا بالعمليات العسكرية وصلت أعداد العمليات العسكرية إلى عشر عمليات عسكرية برز فيها العنوان الأبرز برز فيها إسقاط المسيرة من نوع هرمز 900 فوق التي خرقت الأجواء اللبنانية وكذلك يعني تعنون بالعنوان العريض ما حدث بمقر قيادة اللواء 769 في تكنت كريات شمونة بالأمس مسح هذا المقر استودف بصواريخ بركان ثقيلة وهنا لدي ملاحظة سريعة في آخر هذه الرسالة عادة صواريخ البركان منذ بداية هذه الحرب تستهدف الحفة الأمامية والمواقع الأمامية رأيناها ماذا تفعل بمواقع مثل راميا والراهب وغيرها ولكن هذه أول مرة تصل صواريخ البركان إلى هذه المسافة يعني تتحدثين بداية عن مسافة قارب 4-3.5 كيلومتر تقريبا عن الحدود وبالتالي نتحدث عن أعتقد بأننا بالتحليل نتحدث عن نوع جديد من صواريخ البركان هو أثقل ودقيق أكثر لأنه أطلق إلى مسافة بعيدة وهذه ليست المسافة التي تعودنا عليها لصاروخ البركان طبعا يترك هذا الأمر للمحللين العسكريين وللمقاومة التي تعلن عنه ولكن في البيان المقاومة ربما جرى التلميح لهذا الموضوع عبر الحديث عن صواريخ البركان الثقيلة يعني قيل عادة يقولون صواريخ البركان ولكن حينما تزاد كلمة ثقيلة فبالمجمل يبدو أننا أمام نوع جديد من صواريخ البركان الذي يصل إلى مدى ما يقارب 4-5 كيلومتر وهو أصاب إصابته بشكل نقطوي يعني ضرب المقر وأصابه ودمره وهذا طبعا يعتبر أحد عنوين العمليات العسكرية التي حدثت بالأمس طبعا الوقت لا يساء لي ذكر كل العمليات العسكرية التي حدثت ولكن بالمجمل بإمكاني أن أستذكر العملية الأخيرة والتي استهدفت المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون بالأسلحة الصاروخية وأستذكر هذه العملية لأننا حينما نتحدث عن مقر مستحدث إذن هذا واضح بأن العدو الإسرائيلي يعتمد على مقرات متنقلة لا يثبت مقراته وطبعا سوف يستحدث مقر آخر غير مقر قيادة اللواء 769 في ثكرة كريات شمونة ما أريد أن أصل إليه بأن المقاومة حتى المقرات المستحدثة تراقبها تأخذ المعلومات عنها وتستهدفها حينما تريد طبعا بالمجمل أمام الصورة العامة نحن أمام تصعيد كبير على جبهة اللبنانية نحن أمام سخونة عالية في المواجهات عشر عمليات عسكرية أكثر من ست إلى سبع غارات حربية هذا عدى عن غارات المسيرات إسقاط المسيرات تدمير المقرات بالإضافة إلى ما حدث قبل قليل من اختراق جوي باتجاه الجولان الغارات التي نفذها العدو في البقاء نحن أمام احتدام لهذه الجبهة الداعمة لفلسطين ولمقاومة غزة وشعبية شكرا جزيلا لك علي مرتضى مراسل ميادين كنت معنا من جنوب لبنان إلى فلسطين المحتلة خان يونس معنا هناك في غزة معنا مراسل الميادين أحمد غانم ليضعنا في آخر التطورات وأيضا كان هناك إطلاق نار كثيف في مخيم أنصراءة بالإضافة إلى انتشال المزيد من جثمين الشهداء من شمال القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال من مخيم جباليا لا تزال عمليات انتشال جثمين الشهداء التتواصل لضعنا في آخر التطورات لديك أحمد هذا صحيح يا رأى العدوان الإسرائيلي ما زال متواصلا على مناطق مختلفة من قطاع غزة نبدأ من رفح التي يواصل الجيش الإسرائيلي عملية قصفها من الجو وكذلك بالمدفعية هذه الليلة أو منذ منتصف الليلة الماضية شهدنا عملية قصف متزايدة سواء من الجو أو حتى بالمدفعية لمخيم البرازيل إلى الجنوب من مدينة إلى الجنوب الشرقي من مدينة رفح وهو يقع على تماس مع الحدود يعني المصرية وكان الجيش الإسرائيلي قد تجاوز هذا المخيم بآلياته وذباباته باتجاه بوابة صلاح الدين بعد أن اجتاز ما يعرف بحي القشطة وصولا إلى طبعا مخيم يبنى ومن ثم تجاوزته الأليات الإسرائيلية حتى وصلت إلى تل السلطان وتحديدا التلة المعروفة بتلة زعرب والتي بدأ منها الجيش الإسرائيلي قبل عدة أيام عملية قصف متواصلة ومستمرة لمعظم الأحياء الغربية للمدينة الآن المخيم الغربي يتعرض في منطقة غربي مدينة رفح يتعرض إلى قصف إسرائيلي عنيف من الطائرات الحربية وكذلك أيضا إلى قصف مدفع متواصل لا يتوقف الجيش الإسرائيلي منذ عدة أيام يدمر منازل مدنية بطبيعة الحال هي غير مأهولة بالسكان ولكن من الواضح بأنه يسارع في عملية تدمير مدينة رفح ولسيما الأحياء الغربية منها بعد أن كان قصف الحي السعودي وكذلك مناطق مثل الشابورة وحي الجنيني بالإضافة إلى مناطق شمالية رفح كل هذه المناطق في الحقيقة تتعرض إلى عدوان إسرائيلي بالتزام مع توغل أو محاولات إسرائيلية للتقدم في الأحياء الغربية لثل السلطان حيث حاولت أو يتمركز الجيش الإسرائيلي في منطقتين في المناطق الغربية بينها ثلت زعرب وكذلك أيضا ما يعرف بمفترق أو دوار زعرب من هاتين المنطقتين يواصل الجيش عملية استهداف الأحياء الغربية ولكن الأخطر بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم طائرات كواد كابتر إسرائيلية تطلق النيران على كل من يتحرك في منطقة تل السلطان وهناك أعداد من الشهداء ملقا في الشوارع أو ملقون في الشوارع لا يستطيع حد الوصول إليها ولا سيما أن الجيش الإسرائيلي استهدف اليومين الماضيين سيارة إسعاف أودت بحياة اثنين من العاملين بالقطاع الصحي بطبيعة الحال الوضع في رفح صعب للغاية ولا سيما مع خروج معظم المستشفيات عن الخدمة والآن من يعمل في مدينة رفح هما مستشفيين أو نقطتين ميدانيتين طبيتين إحداهم المستشفى الأمريكي على شاطئ البحر وكذلك أيضا نقطة طبية أقمتها وزارة الصحة تابعة لمستشفى أبو يوسف النجار على شاطئ البحر وهذه أيضا لم تبدأ العمل بشكل فعلي وبطاقتها الكلية أيضا في خانيونس استمع خلال الساقات الماضية إلى غارتين إسرائيليتين في منطقة القرارة لم يبلغ عن وقوع شهداء وإصابات فيهما ولكن المنطقة الوسطى هذه الليلة في الحقيقة شهدت غارات إسرائيلية وقصفا مدفعيا لم يتوقف بالتزامن مع توغل إسرائيلي في المناطق في منطقة محيط أبراج الأسرة وتحديدا في منطقة الزهراء أو شمال منطقة الزهراء هذا التوغل يعني الإسرائيلي جاء وسط إطلاق نار كثيف وكذلك غارات عنيفة وقصف مدفعي لم يتوقف حتى ساعات الصباح الأولى وكذلك أيضا شهدت المناطق الشرقية للمنطقة الوسطى وتحديدا مخيمي لبريج والمغازي غارات إسرائيلية عنيفة للغاية وكنا نتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي لا ينسحب من المناطق التي دخل إليها وإنما يعيد تموضعه فيها الجيش قام منذ ساعات الصباح الأولى بعمليات تجريف واسعة في محيط مدينة الأسرة التي بالمناسبة دمر معظم أبراجها السكنية وهذه المدينة أقيمت لأسرة وفاء صفقة وفاء الأحرار طبعا التي تحرر هؤلاء الأسرة بمجبئها والجيش الإسرائيلي عمد إلى تدميرها بشكل كامل كما عمد الجيش الإسرائيلي هذه الليلة إلى قصف المحور الممتد من نيت ساريم على شارع صلاح الدين يعرف بمفترق الشهداء وكذلك مرورا بالمغراقة ومدينة الزهراء بشكل عنيف للغاية في مدينة غزة الجيش الإسرائيلي أغار على منزلين إحداهما في حي الزيتون وهذا المنزل لعائلة خليفة وهو بحمد الله كان مخلا من السكان ولكن المنزل الآخر في منطقة حي الدرج كان مأهولا بالسكان نجم عن هذا القصف ثلاثة شهداء وعدد آخر من الجرحة فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملية استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة بوابل من القذائف المدفعية وكذلك المناطق الجنوبية الغربية لتل الهوى والشيخ عجلين أيضا بوابل من القذائف في المناطق الشمالية بعيدا سحاب الجيش الإسرائيلي أو تراجعه من مخيم جباليا تتواصل حسب ما قال الهلال الأحمر والدفاع المدني عمليات انتشال الشهداء بحسب آخر إحصائية قال الدفاع المدني جهاز الدفاع المدني بأن قواته تمكنت من انتشال جثامين مئة وعشرين شهيدا عدد كبير من هذه الجثامين متحللة عدد كبير من هذه الجثامين كانت عبارة عن هياكل عظمية هناك أماكن تم العثور فيها على جماجم لشهداء وكذلك لا تزال كثير من العوائل حتى اللحظة تحاول البحث عن أو إيجاد جثامين أبنائها ولكن ما جرى في منطقة شمال غزة بحسب تأكيد جهاز الدفاع المدني هي حرب إبادة حقيقية الأرقام الدفاع المدني قالت بأن الجيش دمر قرابة ألف منزل ولكن الحقيقة بأن حجم الدمار هناك يوحي بأن هذا الرقم ربما هو رقم أولي الجيش دمر مربعات سكنية بأكملها جرف البنى التحتية المدارس عمليا دمر كل مفردات الحياة التي يمكن أن تعيد الحياة إلى السكان كالأسواق خطوط المياه الناقلة آبار آبار المياه وحتى المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء حرص الجيش الإسرائيلي على تدميرها كي يضمن عدم عودة الناس هناك ولكن ميدانيا في الحقيقة فإن الناس هدوا إلى مخيم جباليا رغم حالة الدمار وربما هذه هي إرادة الحياة التي يتميز بها الفلسطيني الذي استمعنا إليهم في كل مرة وهم يؤكدون أنهم سينصبون خيامهم فوق ركام منازلهم ولعل هذا ما يغيض الجيش الإسرائيلي أكثر ربما من عمليات المقاومة حالة الصمود في شمال قطاع غزة يواجهها الآن خطر المجاعة وأسسات دولية بينها الأونر وحذرت في الحقيقة من التبعات اللا إنسانية للحصار الإسرائيلي المستمر الذي يواصل الجيش فرضه على مناطق شمال القطاع مع استمرار منعه إدخال المساعدات الغذائية وكذلك المساعدات الطبية اللازمة لعمل المستشفيات هناك وهو ما سيفاكم أوضاع سكان المناطق الشمالية لاحقا خلال الأيام القادمة نعم أشكرك كل الشكر أحمد غانم سلامتك يعني صوتك واضح عليه المرض سلامتك أريد أن أبدأ قبل أن نبدأ النقاش فقط أن يعني ألفت إلى هذا البيان الصادر على المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم قبل قليل إذن دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة شنت المقاومة الإسلامية يوم الأحد الموافق الثاني من حزيران يونيو من عام 2024 هجوما جويا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل حيث استهدفت رادار القبة الحديدية فيها وأماكنه استقراري والتموضعي ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله وإقاع الضباط والجنود بين قتيل وجريح إذن أريد أن أبدأ معك من آخر التطورات دكتور جون هذا التصعيد في جبهة الإسناد اللبنانية بهذا التوقيت كيف نفهمه؟ يعني المقاومة تكثف عملياتها تساعدها وهي عمليات نوعية بطبيعة الحال كيف نفهم هذا التصعيد في جبهة الإسناد اللبنانية؟ نعم أولا صباح الخير وحب أقول أنه حضرتك ريتي هلأ بيان للمقاومة الإسلامية عم بركزه على ثلاث تعابير أولا دعما للشعب الفلسطيني إسنادا للمقاومة وردا على اعتداءات العدو الصفيوني إذن هذا الدعم وهذا الإسناد وهذا الرد هذه هي معادلة المقاومة اليوم الإسرائيلي بس بلشت المبادرات الآن وخاصة بيّن الضعف عبر المبادرة التي ترحها الرئيس بايدن من يومين بيّنت أنه بدهم حج خلاص يطلعوا من هالأزم الكبير اللي وقعتهم فيها صمود المقاومة وعنفوين الشعب الفلسطيني والمقاومات في الدول العربية من العراق إلى اليمن إلى لبنان إلى أكيد المقاومون الحقيقيون في غزة الشعب أكثر ما هو المجاهدون إذا صح التعبير المقاومة تحاول تخلق عملية توازن لأن الإسرائيلي منذ أن بدأت المبادرات كستف إذا شفنا سياسيا أنه لن نقبل إلا بالقضاء على حماس وإلا لحديث عن نهاية الحرب ولا نقبل بأي مبادرة قبل القضاء على حماس وتحقيق الانتصار بذات الوقت عم نشوف برفح المجازر اللي عم بيرتكبها العدو الإسرائيلي والممارسات اللي عم بيمارسها على الشعب الغزاوي عبر التجويعه وقهره وإذا أقل ما يقال أنه الحياة المذرية اللي عم بيعشوها بهذه المخيمات إذن عم بيعلي وطيرة الاعتداءات هون المقاومة إيش تترد عليه تتقل له أنت عندك فيك تأوي نحن من قوي أكتر يعني ما تفكر المفاجآت وقتا سمعت السيد منذ أيام قال أنه عم تعدنا بمفاجآت نحن رح نرد عليك بالمفاجآت وكل يوم المقاومة عم تكشف مفاجآة صغيرة ميدانية تتقل له للعدول الصهيوني ما بقى فيك تستكبر خلصت الأزمة لأنه أنت الجيش الذي لا يقهر واللي مسيطر على المنطقة أمريكا اللي هي دعمتك الأساسية هي في مقزك كبير مقزك سياسي انتخابي مقزك داخلي وعزلة دولية ما بقى فيك تطلع منا وعلى الميدان أنت ما بقى فيك تفرض معادلات القهر فيك تدمر عندك أكيد التدمير أكبر من آليتنا فيك تقتل ولكن نحن بالنسبة لنا الشهادة هي مطلب ما منهرب مننا نحن نريد الشهادة وبالتالي أنت شو ما عم تعمل رح تخسر وبالمقابل نحن صار عنا قوة ردع قبالك يعني هذا الجيش الذي لا يكسر وهذا أوهن من بيت العنقبوت بيّن حقيقة اليوم بهاي المعركة حضرتك أشارت بمقدمتك 240 يوم شو حققت إسرائيل يعني بموازنة بالتوازن السياسي وحتى العسكري ما قدرت عملتش تقبط داخلي شعبهم ضدهم الوزراء بيناتهم مختلفين حليفهم الكبير الولايات المتحدة عم بتلاقي طريقة يطلعوا من الموضوع لأنه ما بقى يمشي الحال وبالتالي اليوم المقاومة أكيد لازم تصاعد أنا برأيي لازم تحط تقلع هلأ أكتر لأنه هلأ هذه المرحلة هي أنا برأيي العد التنازل السريع إلى إنهاء ما يسمى حالة الصهيونية الإسرائيلية أستاذ أنتوان شلحة نرحب بك مجددا وأسألك هل بالفعل هذه المرحلة نحن أمام مرحلة حاسمة في هذا العدوان سيما بعد المقترح الأمريكي وما يرافقه على الصعيد الميداني من تصعيد سواء من جبهات المقاومة أو حتى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وما أشار إليه مراسل الميدين أحمد غانم عن تصعيد في مختلف المناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية والليلة الماضية أي رسائل نفهمها خلف هذا التصعيد أيضا الإسرائيلي صباح الخير لا شك أننا في مرحلة حاسمة يمكن حتى أن توصف بأنها ربع الساعة الأخير ربما من هذه الحرب يعني ما نلاحظه في الساعات القليلة الفائتة على خلفية أيضا التصعيد الذي يحدث وخصوصا في الجبهة الشمالية في منطقة الحدود مع لبنان مع المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان هو أن إسرائيل موجودة الآن تحت وطأت عدد من الضغوط مهما تكون هذه الضغوط علي أن أشير إلى ضغطين مهمين الضغط الأول هو ذلك الضغط القادم من جانب الولايات المتحدة يعني خطاب الرئيس جو بايدن مع أنه عرض في هذا الخطاب أنه موصفه بأنه مقترح إسرائيلي للوصول إلى هدنة وصفق التبادل تصفر ربما عن وقف إطلاق نار مستدام ونهاية للحرب بأنه مقترح إسرائيلي ولكن هو في نفس الخطاب دعا إسرائيل إلى الانتزام به بمعنى أنه أضاف على هذا المقترح من عندياته أيضا هذا ضغط مهم وأنا أعتقد أنه يعكس تحولا في الموقف الأمريكي ربما ليس من الحرب وأهداف الحرب ربما يعكس تحولا في الموقف الأمريكي من الحكومة من بنيامين نتنياهو على المستوى الشخصي وهناك الكثير من التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام القليلة الفائدة بما في ذلك التحليلات التي يكتبها ناطقون مفوهون باسم نتنياهو بأن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إسقاط نتنياهو لأسباب تتعلق بالمصالح السياسية الأمريكية الداخلية لأن الحرب على غزة تحولت إلى بند في السياسة الداخلية الأمريكية هذا الضغط الأول يضاف إليه طبعا ضغط من العالم الخارجي وخصوصا من الدول الأوروبية يعني خذي بعين الاعتبار أنه منذ خطاب بايدن هناك ترويج لهذا المقترح الذي طرحه سواء من قبل وزير خارجياته أو من قبل وزراء خارجية الدول الأوروبية أخرى بما في ذلك مثلا فرنسا على لسان الرئيس الفرنسي نفسه إمانويل مكرون وكذلك من طرف دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبريطانيا وما إلى ذلك كل هذه الدول التي كانت لكيفية ما تقف إلى جانب العدوان الإسرائيلي هي الآن تضغط عليها من أجل قبول المقترح الضغط الثاني الذي لا يقل أهمية والذي أعتقد أن بايدن وجه خطابه إليه هو الضغط الداخلي الإسرائيلي هناك ضغط داخلي إسرائيلي سواء داخل حكومة الطوارئ من جهة هناك من يؤيد المقترح من جهة هناك من يعارض المقترح ويهدد بحل ائتلاف الحكومة كما أعرب عن ذلك وزير المال الإسرائيلي بيستاذ إليس موتريش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمر بن كفير كذلك هناك ضغط من القاع نحو الأعلى ومن المتوقع أن يزداد أكثر بقيادة طبعا عائلات المخطوفين والأسرة ولذلك يعني ما قلته في البداية أننا وصلنا إلى المرحلة الحاسمة أنا أعتقد ذلك وبرأيه أن تصعيد المقاومة سواء في الجبهة اللبنانية أو في قطاع غزة أو في الضفة الغربية يعني نحن يجب أن لا ننسى أن هناك أيضا مقاومة شديدة تجري في أراضي الضفة الغربية تستهدف فعلا إلى أن تصل إلى ربما النهاية المنطقية بين مزدوجين لهذه الحرب بالمزيد من الإنجازات التي حققتها المقامة على المستوى العسكري وكذلك أيضا على المستوى السياسي نعم طيب يعني دكتور جان الآن عندما نتحدث عن هذه المرحلة الحساسة تبعنا أيضا معا كما ذكرنا بالتزامن مع المفاوضات والمقترح الأمريكي مقترح بايدن أنه هناك أيضا في الجبهات الأخرى تصعيد في اليمن كان هناك حديث عن ستة عمليات في البحر الأحمر في البحر العربي في المحيط الهندي ونستعرض الآن أيضا معا ما أعلنته جبهة الإسناد اليمنية على القوات المسلحة تنفيذ ستة عمليات استهدفت حميلة الطائرات أيزنهاور للمرة ثانية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأخرى ضد سفن انتهكت قرار حضر الدواء الدخولي إلى موانئ فلسطين المحتلة نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستة عمليات عسكرية على النحو التالي الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وهو ثاني استهداف للحاملة خلال الأربعة والعشرين ساعة الثانية استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيرات فيما العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفناً تابعة للشركات تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة منها سفينة ميناء والتي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي والعملية الثالثة استهدفت سفينة استهدفت سفينة ألوريك في المحيط الهندي والعملية الرابعة استهدفت سفينة أبلياني في البحر الأحمر إذن دكتور جون هذه الجبهات التي تتصاعد عملياتها أيضاً بالإضافة إلى جبهة الإسناد اللبنانية بالتزامن مع ما ذكرناه عن خارة الطريق التي اقترحها بايدن وتحدث أو أعلن عنها بايدن أي دلالات له ما الرسالة التي تريد جبهات الإسناد مجتمعة إيصالها لإسرائيل وللولايات المتحدة معها أنا أشرت بالجواب السابق أنه كل هذه الحركات المقاومة اليوم أعمل تكثف أعمالها لأن القرار حقيقة لابد أن يصلوا إذا إلى تطبيقه وليس كما حدث في خمسة خمسة عندما اقترح الإسرائيليون أنفسهم اقتراحاً وبذكاء وفقت عليه حماس بوقت ورجعوا تراجعوا اليوم أنا برأيي هذه حركات المقاومة تقول أنه نحن أيضاً لنا كلمتنا في الميدان ولنا كلمتنا نحن ندرين أنه نكون حقيقةً قاعدين بتوازن ما بدت توافق إسرائيل بالحالتين خسراني إذا وفقت على الاتفاق هي لم تحقق أي شيء من أهدافها في هذه الحرب وبالتالي خسرت وإن لم توافق هذا ما ينتظرها تصعيد على كافة الجبهات من كل الجبهات المقاومة لإخضاعها لأن تقبل وبالتالي أيضاً خسرت وبالتالي المقاومة اليوم مصلحة استراتيجية أن تؤوي هذه الجبهات أن تتصاعد أدما فيها لأنه اليوم نحن بمرحلة حاسمة الأمريكي قد يكون يطبخ السم أو يضع سموم داخل هذا الاتفاق ولكن مهما يكون هذا الموضوع لا حديث ولا كلام للفريق المقاومة إلا قبل وقف إطلاق النار بشكل نهائي مساعدة الشعب الغزاوي على الأقل أنه مساعدته غذائياً وعدم يعني لا يمكن المقاومة أن تسمح بأن تكون شريكة بطريقة غير مباشرة بإبادة هذا الشعب الغزاوي أو هذا الشعب الفلسطيني المقاوم إذن اليوم المقاومة وحدة الساحات هذه هي وحدة الساحات يعني مش مطلوب يجو يجمع وفرد ساحة كل واحد عم يعمل شغله اليمني مستلم البحر المقاومة اللبنانية الإسلامية عم مستلمة الجبهة الجبهة الشمال الإسرائيلي والخسائر اللي كان بددها لجبهة الشمال المقاومة العراقية التي تقوم بشغلة أكيد مع الدعم الإيراني هذا يتطلب أن الإسرائيلي بده يقرأ وبالأخير الإسرائيلي صار مسروك بالساوي بالداخل بالداخل تابعه واليوم بيل هذا الاتفاق الذي أعلنه بايدن واللي حقيقة بايدن عم بحيو يلاقي مخرج وقد أشار أستاذ أنطوان قبل شوي إلى أنه الجبهة الأوروبية مهمة جدا كمان شوش عم بيصير على الجبهة الأوروبية الاعتراف بفلسطين كدولة وإدانة الاعتداءة الإسرائيلية على هذا وهذا شيء لجنة أكثر اليهود اللي أنه هن معتبرين أنه كل الغرب سوف يكون الشريك لهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة والفرنسي اليوم قمت ماكرون بايدن خلال أيام القليلة التي يعني بعتقد الخميس أيضا رح تضطر لهذا الموضوع بدوني لقوا طريقة صحيح أمريكا تستعمل فيتويتا بمجلس الأمن لعدم إقرار أي قانون يضر إذا بدك بالمصلحة الإسرائيلية ولكن إلى متى هذا الاستقبار لما يوم تم التصويت على الاعتراف الدولي الفلسطيني بجمع الجلس الأمن إذا ما بدي أقول للكل ولكن أغلبية صاحقة وفقت على هذا الموضوع وقفته وقفه البيتو الأمريكي هيدا أمور مرحلية ولكن مع الوقت بدأت تخضع الإدارة الأمريكية لأنه كمان مسألة وجودها بدأ يعني إسرائيل اليوم نحن ما بقى نحكي خلاص هذا موضوع صار من التاريخ السابق لن يكون يمكن هناك زوال حسي للدولة الإسرائيلية ولكن الكيان الصهيوني انتهى نعم مش بس تراجع انتهى الكيان الصهيوني المخطط الصهيوني المراد له هذا السرطان هذا الوباء في هذه المنطقة سوف يتوقف أن تبقى الدولة كدولة يعني بمعنى وجود حسي هذا هذا شيء رح نتاريخ ولكن المخطط الصهيوني أو الذي كان يريده الصهيونيون من أنه كل اليهود يجوا يعيشوا هون اليوم ما بقى في ولا يهود يحبب يجوا يعيش بهذه المنطقة لأنه في اليوم مسألة الوجود شعب الفلسطيني يحق له العيش متك تعيش بك تخلي الشعب الفلسطيني يعيش لا حل إلا بالدولتين غير هيك ما بقى في بحث هني بالنهاية كي بدوا يسيطروا على كل المنطقة اليوم صاروا يرجعوا يقبلوا بحل الدولتين والقدس عاصمة للعالم وليست عاصمة إسرائيل نعم أستاذ أنتوان هل توافق على هذا الكلام بأنه اليوم الإسرائيلي في ظل هذا الضغط العالمي يعني المتصاعد على إسرائيل بعد هذه الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة في ظل تصاعد التيار العالمي المناصر لفلسطين خاصة في أوروبا والولايات المتحدة والذي بدأت الدول الغربية تستشعر خطره على يعني الحكومات الغربية تستشعر خطره على مستقبلها السياسي في ظل تنامي هذا التيار وفي ظل يعني الرفض لمحاولات قمع الصوت المناصر لفلسطين في أوروبا وفي الولايات المتحدة بالتالي هل فعلا هناك تحول تاريخي اليوم نحن أمامه فيما يتعلق بإسرائيل ومشروعها في المنطقة أم أنه يعني هذه السياسات الدولية تتغير ربما وتعود لما كانت عليه بانتهاء هذا العدوان لا شك طبعا فيما يؤكده الأستاذ جان أن هذا تحول تحول نوعي مهم للغاية إذا ما كان تحولا تاريخيا ربما نقرر ذلك في المستقبل المنظور أو المستقبل البعيد لكن لا شك أنه تحول نوعي ولكن اسمحي لي أن أحدد من الحدة أكثر فأكثر ما قاله أيضا الأستاذ جان فيما يتعلق بالكيان الإسرائيلي يعني من يتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية يلاحظ أن أكثر مصطلح يتم استخدامه في تسويغ ما طرحه بايدن في خطابه أول أمس الجمعة هي عبارة إنقاذ إسرائيل من نفسها مثل هذه العبارة قيلت كثيرا عن الكيان الإسرائيلي عندما كانت تتحكم فيه الكثير من الحكومات المتطرفة التي لا تستطيع أن تنظر إلى الشعب العربي الفلسطيني وإلى سائر الشعوب العربية في منطقة الشرق الأوسط إلا من خلال فوهة المدفع هناك أمر أيضا آخر أيضا أشار إليه وأريد أن أحدده طبعا من الحدة هو ما يتعلق بالفشل التي منيت فيه الحركة الصهيونية على نحو ذريع الحركة الصهيونية عندما هجست بإقامة ما يسمى بوطن قومي لليهود تحدثت عن أمرين اثنين يثبت الآن أنها فشلت فيهما فشلا دريعا الأمر الأول قالت إنها ستقيم وطن قومي سيكون الأكثر أمانا لليهود في العالم ما ثبت بعد 7 أكتوبر أن هذا الكيان هو الأقل أمانا لليهود في العالم الأمر الثاني قالت إن هذا الوطن القومي سيكون بمثابة نقطة جذب لما يسمى بالدياسفورة أو الشتات اليهود لأنه سيغفر الأمان لهم مما تصفه إسرائيل بأنه حركة معادات السامية ما يثبت الآن هو أن هذا الكيان المسمى إسرائيل هو السبب الرئيسي ربما لكل النشاطات التي توصف بأنها معادية للسامية في العالم الواسع الآن بما في ذلك حتى داخل الولايات المتحدة هذا يدل على أن المشروع الصهيوني فعلا قد مني بفشل ذريع وبرأي أن هناك أصوات إسرائيلية وإن ما زالت قليلة تشير إلى هذه النتيجة وتطالب فعلا بأن يتم الوقوف أمام هذه النتيجة وبأن يعيد هذا الكيان الإسرائيلي تفكيره إذا أراد أن يكون له مستقبل في منطقة المشرق العربية كل هذه الأمور تؤكد بما لا يدع مجالا للشاك أننا أمام تحول نوعي سواء على المستوى الإسرائيلي الداخلي أو على مستوى الوجود الإسرائيلي في الإقليم الشرقي أو على مستوى النظرة إلى إسرائيل في العالم الواسع ولاسيما في العالم الغربي نعم أستاذ أنتوان أريد أن أسألك أيضا عن مقترح عن خطة الطريق قريطة الطريق التي أعلنها بايدن اليوم إسرائيل ونتنياهو بالتحديد في مأزق بين اليمين المتطرف الذي يقول بأنه سيحل الحكومة فيما لو وافق نتنياهو على مثل هذه الخارطة التي تعني الاستسلام لحماس تعني الهزيمة لإسرائيل وبين أيضا الضغط سواء لناحية المظاهرات التي تشهدت الأبيب والتي تتصاعد يوما بعد آخر لناحية الضغط على الموافقة على صفقة لتبادل الأسرة وليإيقاف هذا العدوان وإن كان هناك من يريد استعادة الأسرة ومن ثم إكمال هذا العدوان وبين أيضا المعارضة التي ترفض مشاركة نتنياهو في الحكم وتدعو لإجراء انتخابات بالتالي كيف يمكن أن يتصرف نتنياهو الآن بعد هذا التحول أيضا إذا يعني العالمي تجاه والضغط المتصاعد أيضا عليه يعني ما أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال من خلال ما نشر الآن في بسائل الإعلام الإسرائيلي نشر أن نتنياهو اتصل مع الوزيرين اسموتريتش وبينكفير وطلب منهما ألا يسرعا الخطوات التي أعلنا عنها لأنه بحسب ادعائه هذا المقترح يحمل كل الأهداف التي وضعتها إسرائيل لهذه الحرب هو يعتقد أن هذا المقترح سيخضع للتفاوض وأنه سينجح ربما بعنترياته وبأحابيله وأكاذيبه في أن يتحايل على هذا المقترح طبعا هذه هي سياسة نتنياهو القائمة طبعا على التحايل وعلى الخداع وعلى الكذب أنا أعتقد أن المفتاح للأيام المقبلة موجود في أيدي جهتين مهمتين الجهة الأولى هي الولايات المتحدة برأيي أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تدفع قدما نحو تنفيذ هذا المقترح إذا ما كانت لديها رغبة حقيقية في أن تترجمه إلى حيز التنفيذ والجهة الثانية التي تمتلك مثل هذا الأمر هي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعني أذيع في الأيام القليلة الفائتة أن هناك ضغوطا من جانب المؤسسة الأمنية لكي تتوصل إسرائيل إلى اتفاق وصفقة تبادل حتى لو تطلب ذلك الذهاب إلى هدى مؤقتة تسفر عنها ربما اتفاقيات لوقف دائم لإطلاق النهر لأن المؤسسة الأمنية باتت تعتقد أن ما يجري في الميدان هو مراوحة في المكان يعني الحرب الإسرائيلية حتى الآن على قطاع غزة لم تنجح في تحقيق أي من أهدافها الثلاثة الهدف الأول إطلاق الأسرة والرهائن الثاني القضاء على خدرات حماس العسكرية والحكومية مثل هذا الأمر يعني يعترف به في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه مني بفشل ذريع والأمر الثالث هو أن لا تشكل غزة بحسب المقاربة الإسرائيلية تهديدا أمنيا لإسرائيل مثل هذا الأمر يتطلب أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بترح خطة لما يسمى اليوم التالي للحرب فكل هذه الأهداف لم يتم تحقيقها ولذلك هناك ضغط من المؤسسة الأمنية بأن يتم التوصل إلى صفقة التبادل وإلا فإن استمرار الحرب يعني استمرار غوص إسرائيل فيما يسمى المستنقع الغزي نعم دكتور جون هل فعلا الولايات المتحدة لديها الرغبة الحقيقية في ترجمة خارطة الطريق إلى فعل على الأرض وأيضا هذا الضغط من قبل الوسطاء على المقاومة الإسلامية القبول بهذه الخارطة دون موافقة أصلا إسرائيل على هذا المقترح حتى هذه اللحظة كيف يمكن أن يفهم هذا يدل على أن الأمريكي حقيقة لا يرغب إذا كان هناك رغبة ولا يرغب ولكنه مجبر أن يأخذ هذه الخطوات لأنه بعد ما تبين الميدان وتبين التوازنات حقيقة الميداني والعسكري والسياسي وحجم الاعتراض الغربي والعالمي على ما يحدث في إسرائيل وفي غزة أجبر الأمريكي أو يفكر بحقيقة قطة إنقاذ لما تبقى من الإسرائيليين وقد أشار السيد أنتوان أنه ببعض وسائل الإعلام اليهودية لأنه ما أتطلع لها يمكن هو مطلع أكثر نتنياهو يمهل وزراءه خاصة من غفير ووزير المالية أنه طولوا بيلكون شوي خلان شو شو فينا نعمل بمعنى آخر أنه هل هذه هي خطة عم يعملون هيها تيشلون من هذا المستنقع قد نحقق منه شيء وأنا مقتنع تماما أن الأمريكي أكيد حاطت شيء احتيال ولكن هذه الأمور ما بقت تمر عندنا بالمفهوم المقاوم والمفهوم جبهة الممانعة لن تمر لأنه اليوم الميدان يدل إلى أن الممانعة حققت ما تبتغي هي إسناد مقاومة غزة أو الشعب الفلسطيني وهي دعم لهذا الشعب الفلسطيني وهي رد فقط على ما يقوم به الكيان الصهيوني الغاشم إذن اليوم ما حققته المقاومة هي تحقيق أهدافها بالمنطق العسكري ولكن أيضا فرض إذا بدك واقع سياسي مختلف جدا على صعيد العالمي وليس فقط على صعيد المنطقة القضية الفلسطينية المنسات اليوم أصبحت القضية الأولى في العالم يتحرك مع الرأي العام العالمي أولا الأمريكي والغربي يعني الأوروبي لسوء الحظ في غياب برأي العام العربي بالإجمال غير الجبهات التي يكون فيها مقاومة ولكن هذا لا بأس الشعب العربي قد يقتنع والحكومات العربية قد تقتنع أن الرهان على التطبيع مع هذا الكيان هو رهان خاطئ وهو يضر يعني هو فيه تناقض للمصالح إذا بدك بين مصالح الشرق الأوسط الخالية من الوباء السرطاني الإسرائيلي الصهيوني وإما على هذا الكيان أن يعيد حساباته أنه يرشع ينسج مع هذا المحيط العربي وينفتح ونحن منا ضد اليهودية كدين لأنه من أهل الكتاب ولكن نحن ضد هذا المشروع الصهيوني وأنا أرى أن هذا المشروع الصهيوني بدأ يسقط وعودا على إذن الأمريكي اليوم عرف أنه سقط هذا المشروع وما في مجال يقوم يعني بعد 8 شهر شو بعد يحقق دمار أكتر قتل أكتر كل ما يقتل الطفل يقبل شجرة حياة محل معين كل ما تسقط نقطة الدم يروي أرض كل ما يروح شيء بالكيان عند الفلسطينيين عن المقاومة الفلسطينيين كل ما يكون تشدد أكتر بالمقاومة وتمسك بالحياة أكتر الموت الذي يزرعه الصهيوني ينتجه الشعب المقاوم حياة من جديد وبالتالي دم هاي المعادلة شو بقدر يعمل الأمريكيان شو بقدر يغير بعد بالمعادلة كان الرهان أنه بشهرين ثلاثة بتكون إسرائيل روحت حركة حماس برمت على حزب الله ويا طباية الألف سبعمة واحد يا أنهت حزب الله سكرت جبهة المقاومات أو جبهة الممانعة وبالتالي بترجع إسرائيل بتسيطر وبترجع أمريكا بتحقق سياسيتها بالشرق الأوسط تبين أنه حساب البيضر غير حساب الحقل وبالتالي لم يصلوا إلى أي نتيجة فأصبحوا مرغمين على خلق اتفاق ينقذ إسرائيل من المأذن ينقذ الولايات المتحدة بسياسيتها الداخلية وخاصة أنا قدمين على انتخابات وبالتالي هو خسر الداخل وخسر بسياسيته الخارجية عم يحاول هو يحقق مكسب بايدن محل معين ولو أنه قناعته الداخلية اللاوعي الداخلي تبعه هو لا يريد أكيد لا يريد أبدا أن تنكسر إسرائيل إلى هذا الحد وأن يعطي لحماس أو الاعتراف لأنه بهذا البيان هناك اعتراف في حركة حماس اللي هي شو كان الهدف الأساسي القضاء عليها وبالتالي الديمقراطية المغلوطة تابعون عملوا ديمقراطية انتخب انتخب الشعب الفلسطيني مين انتخب من حواله 8 سنين حماس لا محمود عباس بيبقى رئيس خالفوا كل الديمقراطيات وخالفوا كل شيء للقضاء على حماس وإبهم اليوم يخضعون لإرادة مش حماس ولإرادة الشعب الفلسطيني المقاوم يعني منذ طفال الأقصى حتى اليوم ازدادت أيضا الحاضنة الشعبية للمقاومة خاصة لمن خسر الكثير من أفراد عائلته يقول أنه لم يبقى لدينا إلا المقاومة لترد على كل هذه الجرائح وهذا اللي بيربح سيدتي اللي بيربح بالحرب هذه الإرادة بالتمسك بالقضية وبالا شو عم بيصير انحلال شعبي وسياسي وميداني بكل مجالات أستاذ أنتوان يعني أيضا نتنياهو كان بالأمس ذهاب وإلقاء كلمة في الكونغرس وقال أنه سعيد بهذه الدعوة سيقوم بتلبيتها ما الذي يمكن أن يحمل أي خطاب لنتنياهو في هذا التوقيت في الكونغرس خاصة في ظل حديث العديد من النواب الديمقراطيين بيرني ساندرس قال سنقاطع هذا الخطاب يعني لن نصمت على كلام نتنياهو بالتالي كيف نفهم هذه الموافقة في هذا التوقيت وأي أهمية ذهب نتنياهو للكونغرس الأمريكي يعني أنا لا أعتقد أن هذه الرحلة إلى الكونغرس ستنطوي على أهمية معينة بالتأكيد نتنياهو سيطرح مقاربته أمام الكونغرس برأي المتواضع أنه سيذهب إلى الكونغرس في ظروف تغيرات تغيرت بشكل نوعي في الولايات المتحدة يعني الولايات المتحدة تمر بالعديد من التحولات يعني أنظري إلى حركة الاحتجاجات التي تشد الجامعات الأمريكية والتي تعترف حتى إسرائيل بأنها تنطوي على تطور دراماتيكي سيكون له ما بعده لأن هذا الجيل الذي يتظاهر احتجاجا على سياسة إسرائيل وعلى دعم الولايات المتحدة لهذه الدولة المارقة التي تمارس سياسة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين هو الجيل الذي سيتسلم زعامة الولايات المتحدة في المستقبل البعيد وبالتالي محاولة إسرائيل أن تضخم هذه الزيارة التي سيقوم بها نتنياهو هي محاولة أخرى للهروب إلى الأمام من المأزق الذي يجد نتنياهو نفسه فيه على خلفية حربه على غزة وعلى خلفية السياسة التي يمارسها حيال القضية الفلسطينية وحيال كل سائر قضايا الشرق الأوسط بالتأكيد سيجد نتنياهو في هذه الزيارة ربما للمرة الأولى أصواتا مناهضة للسياسة الإسرائيلية أصواتا مناهضة له عبر عنها بيرني ساندرز ولكنها لن تتوقف عن ساندرز بالتأكيد ستنتشر أكثر فأكثر نعم أشكرك كل شكر أستاذ أنتون شلحة الخبير في شؤون الإسرائيلية كنت معنا من عكة وأيضا كل شكر لك دكتور جانبو شعية الأكاديمي والمحلل السياسي على وجودك معنا هنا في استوديو الميادين شكرا لكم مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر